مرحبا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد فهذه مسألة مهمة وهي هل شيخ الإسلامي الإمام الرباني الموسعي جلال الدين السيطي المصري أجاز أهل عصره إجازة عامة وجدت في النفس اليماني والروح الروحاني في أول روح يحرر في إجازة القضاة بني الشوكاني العلمة عبد الرحمن بن سعيمان الأهدل المتوفى سنة 1250 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولما حجشت سنة 1233 من هجرة أطلعني بعض أحفاده والعلامة الحسن العجيم المكي على مجموع إجازاته فرأيت بخط عدة فوائد نقلت منها ما صورته قال ومن خطه أيضا فائدة رأيت بخط شيخنا علي بن محمد العقيبي أن والده هو شيخه علي بن محمد مطير أجاز لمن أدرك حياته وهو أدرك حياته بن حجر الهيتمي المجيز لمن أدرك حياته وهو قد أدرك ثلاثة سنين من حياة السيوطي المجيز لمن أدرك حياته هكذا والله أعلى مصادسة وعسول الله